وطبعا إحنا إذا منستمر في آية 14 منشوف كمان في سبب آخر لتجسد يسوع المسيح شاركنا فيه بيقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفوا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت الوبودية فبقلت نمر أربعة لكي يبيد المملكة الشيطانية ويعطق من الخوف من الموت ويعطق من العبودية يبقى سببين لكي يبيد المملكة الشيطانية ولكي يعطق ويحرر من الموت والعبودية في الحقيقة الشيطان في شره أعدى الصليب للمسيح وأهاج اليهود وأهاج الرومان وخليم يتحدوا مع بعض وعمل للمسيح صليب ولم يكن يعلم الشيطان أن في الصليب إبادة وصحق رأس الحية كان في وعد زمان لآدم أن نصل المرأة يصحق رأس الحية فالمسيح بموته على الصليب أبادة بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس إبليس يسقط الناس في الخطيئة والله عنده قانون اسم أجرة الخطيئة هي موت فإبليس يسقط الناس في الخطيئة وبالتالي الناس يموتوا يموتوا حرفيا ينفصل روحهم عن جسدهم ويموتوا روحيا بانفصلهم عن الله بسبب الخطيئة ويموتوا أبديا لما ينفصلوا عن الله إلى أبد الأبدين من السبب في القصة دي؟ الشيطان فالمسيح أباد بالموت السلاح بتاع إبليس أباد به إبليس فإبليس عمل المسيح صليب المسيح بالصليب أباد إبليس بنفس سلاحه الترنيم بتقول وداس الموت بالموت داس الموت بالموت تفتكر حضرتك داود لما كان في حربه مع قليات القبار فرح ضرب قليات بالحجر فارتز الحجر في جبينه فسقط القبار راح داود عمل إيه؟ راح أخذ السلاحه راح أخذ السيف بتاعه وأطع بيه رأسه يبقى يا داود استخدمت السلاح بتاع مين في إبادة مين قال استخدمت السلاح بتاع قليات في القضاء على قليات إيه السلاح اللي في إيدك يا ياشطان هذا الخطيئة والموت فالمسيح قال لك أنا بالموت سأبيد له من له سلطان الموت ليبيد بالموت شايف العظمة ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وبالتالي يعتق من الخطيئة ومن الخوف من العبودية ويعطق أولئك إحنا حللين أحرار نعم يعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية ترجمة نانسي قنقر